أعربت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها وشديد استغرابها لما جاء في التصريح الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي تضمن تجاهلا للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأشارت خوري إلى أنه كان من الأولى على البرلمان الأوروبي التواصل مع الآليات الوطنية التي تتمتع جميعها بالاستقلالية التامة والكاملة في مباشرة جميع المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة واستقاء المعلومات الصحيحة منها والتعاون معها في سبيل دعم الحقوق والحريات وصونها وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلد القانون والمؤسسات بدلا من إصدار تصريحات وبيانات مجافية للواقع وبعيدة عن المصداقية التي يجب أن يتحلى بها هذا البرلمان العريق وأشددت رئيسة المؤسسة على أهمية قيام البرلمان الأوروبي بالعمل المهني والاستناد إلى أدلة ومعلومات صحيحة ومن جهات رسمية أو من خلال الآليات الوطنية المستقلة وأن يتم التأكد من المعلومات قبل البدء في إصدار بيانات وأحكام قد تؤثر على مصداقيته وأكدتنا على استعداد المؤسسة التام للتعاون مع البرلمان الأوروبي فيما يتعلقه بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين بكل مهنية ومصداقية